تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش مفاش معلش رمضان كريم آية وتعليق عرفك يا حامد لما تيجي تشوف في السيرة وفي الأحاديث تلاقي معجزات بالهبد لكن لما تشوف القرآن ما تلاقيش معجزات لمحمد خالص عرف أنت السبب بتاعها دي إن السيرة تكتبت في فترة كان العرب توسعوا بالمملكة بتاعتهم وجهوا يهود متكلمين سوريان متكلمين ومسيحيين وفرس جايبين قصص كل دول عندهم قصص معجزات من أديانهم وثقافاتهم تضطروا بأي ألفوا فالمحمد اللي في القرآن ما جابش ولا معجزة ولا مشي على مية ولا أحيا موتة ولا شق بحر ولا جاب أي معجزة في القرآن طيب العكس ومات موتة بشر يقولوا مسموم يعني ما فيهاش أي نوع من أنواع البطولة ولا الماجد يتليق بقى بإيه خير خاتم الأنبياء وخاتم رسل الله والحوادث الجميلة دي كلها فهم عايزين حاجة يقرنوا بها بقى مع موسى ومع عيسى ومع يعني أنبياء الثقافات التانية فهيبتري يختريع له بقى يحبش له شوية يدي له معجزات من هنا يدي له مش عايزة شجر تكلم وحاجر سلم عليه أو الحاجر وحتى معجزة غرس ثور اللي هو مهاجر برضو جات من القصص اللي هو بقى العنكبوت اللي هي أصلا يعني قصة مسيحية من فليكس النولي فبتري يحبش له شوية معجزات عشان شكلهم بقى وحش هو نفس القصة وهو نفسه أصد قريش وهو عمال يقول لهم هعمل فيك واسوأ برضو كان شكل وحش طبير رأيك في الآية اللي جات في الإسراء بيقول له يعني ربنا بخطبه وما ما نعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقا مبصرة فظلموا بها وما نرسلوا بالآيات إلا تخويفها يعني اتنين اتنين حاجتين وما ما نعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما نرشلوا بالآيات إلا تخولك هو أنت تحسك أن محمد بيقول لربنا يا رب والنبي آية أنا رئي نشف ولقابتي بقت زي السمسمة قدام العالم دي عملين شكل طلعوا عش يقولهم عدو ثامود وموسى وعيسى وبتاع يقولولي هات معجزات زيهم طب ما أنا برضه وبيني وبينك يا رب برضه ما عندهم حق ما حط نفسك ما ترحم برضه أنا عملا أقول لهم وأحكي لهم قصص وبتاع وأفلام وعايزين زيها طب هات أي مصلحة يا رجل وما منعنا أن نرشلوا بالآيات إلا نكذب بها الأول ما هو أقول له يا محمد يا أخوي أنا حقول لك على حاجة ما أنا بعدت اسكت ماشي أنا بعدت لهم الآيات وما سدقوش فهو بعدت موسى بعدت موسى هو ما سدقو وشقيت بحر شفت البحر تعرف ده كالليف نادي وبعدت عيسى وقم موته وشفى عمي وما فيش حاجة طب ليه والناقة والفيضاء كل ده ولا بشي لنه فالعمالة بشي همها بينه وبينك المعجزات دي بقى ورده برضه بتوجه على القلب فأنا قلت بقى لاش معجزات بقى خلاص حسنا كل ما بعت معجزة بضطري بعدها أن ننسي في الناس فليه غلابة يعني وما نرسله بالآيات إلا تخويف يمكن يمكين يتوبه بس أنت روح كده أقول لهم كده أمنه كده وخلاص وحياة العيش والملح اللي هم دهنا غلبان نعم ومنك وعليكم وما تبقاش برضه تزيد عليهم شوية ستنت برضه بتتعصب عليهم وده مش حلو يعني الأزمة بقى فين يا حبيبي فين احنا بنتكلم في صورة الإسراء المفروض الصورة اللي فيها أكبر معجزة في تاريخ الإسلام سبحانا الذي أسرق بعبده لي هي نفسها اللي بتقول وما منعنا حاجة غريبة جدا اللي حاشنا اللي وقفنا عن عمل المعجزات هو تكديب الأولين طالما الأولين كذبوا نتعب نفسنا لي ده أنتوا عملين تحكوا وركب البراق ورح عمل بلانس في الجو ووصل السماء وطلع عرج به إلى السماء طيب ما تيجي يا عم انت الراجل رئيه حينشف على معجزة شغل الكاميرا آه اديهم ولو وخد مقطع كده ولو خمس دقايق ها فرجهم قل لهم شفتوا النبي بتاعي وانا طاير شفتوني وانا طاير يا جماعة قلنا كنت أجنع شفتيني وانا ميت أجنن وانا ميت على الأقل دي لكن في نفس الصورة اللي بيقول لهم فيها اللي بيقول للمسلمين فيها يعني بيحكي دول يقول لهم ده احنا خدنا عبدنا وأسرينا به المسجد الأقصى الذي بركنا حوله والقصة تستمر بقى في المعراج وفي صورة النجم دنا فتدلى حتى كان قابقا سيني يعني وصل لحد هي نفس الصورة اللي فيها ما فيش آيات آه ونفس الصورة تقول لك ما منعنا أن نرسلها بالآيات طبعا ايه ما رأيك هي وحد بيمنع وحد بيمنع ربنا برضو المنطق ده آه اللي منعنا هو هو أنا منعنا غير الشديد يا محمد يبني والله الإيد بصيرة والعين قصيرة أنا كنت ناوي بس برضو يعني ايه بيني وبنك أنا تعبت من الموهل ده ده والله خربتكوا في قلب بعض البشر دول أصلا يسترقوا الحرق وأنا تعبت استرفوا مع بعض عامل زي شخي قبيلة كده تعب من قبيلته استرفوا أنتم مع بعض أنا تعبت يا ابن طبعا يرأيك في الأنعام اللي هي في نفس في نفس الصياق وفي نفس الموال كده وأقسموا بص ناس قديم يعني وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنوا النبي يشكروا الناس يشكروا الناس حلفهم حلفهم جب لنا آية ما هو اللعبة مع اللغة شغلت زي يقول لهم أمنوا بربنا يقول لهم هجبلكوا آية أمنوا بربنا يقول لهم هتولنا آية يقول لهم طب هناش عرفنا نجبت لكم آية أنكم هتأمنون لا اسمع دي قل إنما الآيات عند الله بأول جواد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون هو الناس بيقول لك والله واقسم لك يا سيدي جهد أيمان لو جبت لنا آية حنآمن لا طب أنا أضمنك منين طب وش معنا أنت عايزه يضمنك أنت بالغيب هو بيقول لك آية يشكر الرجل هو قال لك مش هكسب بس أنت هنزل الآية يا عم الحاج وأنا حتلاقيني آمين تعالطو لا أنا مش ضامنك يا خبيه بس تو بيكلم نفسه سيبك أنت بقى من ربنا بيقوله هو عمال يكلم نفسه وعايش في دوامة ومتخيل أن ربنا بقى إيه تحت تصرفه وأنه هو اللي بنزل عليه الواحي والكلام ده كله ده المفروض واحد زيه لازم يتكسف لأنه بص في الراعد مثلا ويقول لدينا كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أهنه طب ده صورة الراعد كلها أنت لو خدتها حتلاقي كلها عمال الدين آية يرد عليهم يقولهم أنتوا مش شايفين ربنا بنزل المطرة ويقول لدينا ما عندك حق بعدها يعني بتلاقي كده واحدة ويقول لدينا كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت مندر ولكل قوم هاد وهيروح عملهم كده وهيروح علي بمرة واحدة ويروح خلي الظواهر الطبيعية هيخليها معجزات ليه أنت متشايفهم الرعب ما شفتش والمطر بينزل مش عايف وجنات مش عارق الجنات بقيت إنت اللي عملها هو يقول لهم أي حاجة يعني أنا ممكن أعود أنا وأنت كده أقول لك يا بتشايف الشمس دي أنا اللي بقتي بها من المشرق ما أي حاجة في الغيب أي حد ممكن يدعي أي حاجة فعشان ما عندوش عمل يلف بقى في السيركولار لوجيك بتاعه ده مش عارف يطلع منه فهو بصراحة كان مأزوم جدا يعني هو اتورط اتورط أسوأ ورط وهو دايما اللي بيكون قائد يعني السيكتس أو هي المجموعات الدينية السويارة بيكون عندو هو يعني يحشر نفسه في لوجيك كده ما يعرفش يطلع منه تاني وقالوا لو لا أنزل علي آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله والآيات عند الله والله عايز مطرة والمطرة عند السماء والفلاح عايز منشار وشفت العصفرة فين مش عارفه مش هتقمنه يخربتهم الحشيش طيب احنا يعني حننهي هذه الحلقة بس الله يكترخي لكم الله يجعلها في ميزان لايكاتكم حطوا لنا لايك وعملوا شير لأنت بيت مسكين أو عايزة أمشي بنفس عايزة أمشي بنفس عايزة أقلد احنا تعلم وممكن أقولك إنما اللايكات عند الله برضو كيف يسوقك إنما أنا يوزر إنما أنا مجرد يوزر تابعونا اشتركوا في القناة